مساء الخير أهلا بكم من جديد ارتفع معدل تضخم في مصر بنسبة 22% خلال شهر ديسمبر الماضي بحسب ما أظهرته بياناته جهاز الإحصاء وسجلت أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 38% على أساس سنوي مع صعود أسعار الخبز والحبوب بنسبة 58% كما ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 16% وتكاليف النقل والمواصلات 17% وأسعار المطاعم 33% إشار إلى أن معدل تضخم ارتفع في ديسمبر بنسبة 2% مقارنة بشهر نوفمبر الماضي ويتوقع المحللون وعدة بنوك أن يستمر ارتفاع التضخم في مصر خلال العام الحالي تحت ضغط تراجع قيمة العملة ويتوقع بنك كولدمان ساكس ارتفاع معادل تضخم نتيجة استمرار انخفاض سعر الجنيه في السوق الموازية بينما يتوقع بنك HSBC وصوله هذا العام إلى 25% لينتهي المطاف بسعر الصرف عند 35 جنيه في الدولار ارتفاع التضخم في مصر خلال العام الماضي ليس إلا مقدمة لمزيد من القفزات المقبلة هكذا يرى محللون في استطلاع لرويترز وبنوك استثمارية كبرى في وقت يلقي فيه خفض قيمة العملة بظلاله الوخيمة على الاقتصاد المصري بانك جولدمان ساكس اعتبر أن ارتفاع التضخم يأتي نتيجة لخفض قيمة الجنيه ومواصلة تراجعها في السوق الموازية بينما يتوقع HSBC وصول معدلاته بسبب ضغط أسعار الصرف إلى 25% هذا العام دون أن يتراجع إلى أقل من 20% حتى العام المقبل وأدت مشكلة تراجع سعر الصرف وشح الدولار إلى تكدس البضائع في الموانئ وقفزت خصوصا بأسعار المواد الغذائية مثل زيت الطعام والألبان واللحوم القاهرة سمحت لعملتها بالانخفاض ثلاث مرات منذ مارس الماضي كان آخرها الأربعاء الماضي تخفيضات ترتبط بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بثلاثة مليارات دولار والتزامها بسياسة سعر صرف مرينة وواصل الجنيه تراجعه مطلع الأسبوع الحالي حيث زاد سعر الدولار في البنوك ثلاثة جنيهات خلال سبعة أيام ليبلغ نحو 28 جنيها بعدما فقد 70% من قيمته العام الماضي بينما لم تفلح شهادة الادخار التي طرحها بنكاء الأهل ومصر بفائدة 25% في وقف تهافت المواطنين على شراء الدولار بنكو HSBC يرى أن تغيرات أسعار الصرف في السوق المصرية قد تنتهي عند بلوغ الدولار مستوى يتراوح بين 30 و35 جنيها على المدى القصير وذكر البنكو أن هذا التراجع في سعر الجنيه يزيد الضغط على فاتورة الواردات وقد ترافقه زيادات إضافية في أسعار الفائدة يرتفع معدل تضخم في مصر وسط آفاق تغلفها الضبابية بشأن سعر الجنيه المتداعي وهو ما يترك المستهلكين في وجه ضغوط الأسعار المتصاعدة أعلن صندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي الشروط التي وفقت عليها مصر الحصول على قرد بثلاثة مليارات دولار بالإضافة إلى جدول متابعة الصندوق لأداء الاقتصاد المصري وقيم الدفعات خلال مدة البننامج الذي يستمر على مدى أربع سنوات ومن بين الشروط التي وفقت عليها القاهرة التزام الحكومة بتغفيد المفقات وتعديل سياسات مقضية ومالية عامة كما وفقت على اتباع سياسات ومتعددة لزيادة الدخل القومي مثل التنفيذ الكامل لألية ربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية وفرض ضرائب إضافية عليه وبموجب القراءة الاتفاق سيكتمل حصول مصر على إجمال قيمة القرد في سبتمبر من عام 2026 وذلك عبر دفعات متساوية تتم بعد ثماني مراجعات يجريها الصندوق وتبلغ قيمة الدفعة الأولى التي ستحصل عليها مصر بموجب الاتفاق نحو 347 مليون دولار وينضم إلينا مصطفى عبد السلام رئيس قسم الاقتصاد بالعربي الجديد أهلا بك معي أستاذ مصطفى ونبدأ من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول التضخم لرقم ضخم نسبة ضخمة الحقيقة 22% وأعلى نسبة وصلها التضخم في مصر خلال السنوات الماضية بجانب الخبراء اللي بتوقعنا هو يرتفع كمان عن هذا المعدل لو ممكن في بداية نشرح للسادة المشاهدين غير مختصين إلى أسباب وراء هذا الارتفاع أولا هذا الرقم غير واقي على الإطلاق نعم وهبرر لحضرتك ليه لأن الأولا الأسعار بترتفع في الأسواق بشيء شبه يومي نعم كل الأسعار سواء المستوردة أو المحلية وبالتالي هذا الرقم بعيد كل البعد عن الواقع الأمر يعني دليل ذلك أن البنك المركزي في نفس اليوم أعلن أن التضخم الأساسي يفوق الرقم المعلن من الجهاز المركزي للتعباء العامة والأحصاء رقم البنك المركزي في حدود 24.14% علما بأن البنك المركزي بيستبعد من احتساب المعدل الأساسي كل السلع طريق سريعة التقلب مثل الخضروات والفاكهة وغيرها وبالتالي المفروض أن رقم الجهاز المركزي للمحاسبات نقول أن يدخل على 30 وربما أكثر ورغم حتى رقم الثلاثين هو في النهاية رقم غير وقعي لأسباب عدة أولا الجنيه المصري فقد منذ مارس وحتى الآن 77% من قيمته وهو أحد أبرز أسباب هذه القفزة في الأسعار الأمر الثاني أن هناك من يعول أو هناك من يبرر أن الخارج والعوامل الخارجية وحرب أوكرانية هي السبب هذا كلام يعني خلاص يعني مردود عليه لسبب بسيط أن أسعار الحبوب والأسعار الأغذية بشهادة منظمة الأغذية والزراعة بتتراجع بشكل كبير جدا منذ منتصف يونيو الماضي وبالتالي على مدى ست شهور رأينا سعر القمح على سبيل المثال ومصر أكبر مستورد القمح في العالم وهو يضغط بشكل شديد على الموازنة العامة للدولة رأينا بعد أن كان سعر طن القمح في حدود 600 وتجاوز كذلك الآن نحن نتحدث عن في حدود 300 مصر أو وزارة التموين الآن اليوم تعقادت على أو تلقى الطلبات من بيع القمح الروسي في حدود 324 دولار وبالتالي كل العوامل التضخم هي عوامل داخلية بالأساس طيب أستاذ مصطفى يعني مش هنقدر نخفل المؤتمر الصحفي لصندوق النقد الدولي والحقيقة كانت مجموعة من الشروط اللي أعلن عليها اللي تعتبر كانت مفاجئة لعدد كبير مننا واعتبرها مقحفة بصراحة خلينا نبدأ بشكل عام إيه قراءتك للشروط اللي أعلن عليها الصندوق النقد في المؤتمر الصحفي اليوم يعني أنا بالنسبة لي غير مفاجئة يعني المفاجئ بالنسبة لي كانت شروط أخرى وربما تم الاتفاق عليها ولن يتم إعلانها كما جرى في المرة الماضية الشروط زيادة أسعار الوقود سوى بنزين أو سولر أو غاز أو مازوت أو غيره وهي سيناريو متكرر مع كل تعويم لكن هل لما بيقول سيد مصطفى قبل ما ننتقل للنقطة الأخرى يعني هل لما بيقول ربطه بشكل كامل هل معنى كده أن الألية المعتمدة في الفترة الحالية خلاص مش هيتبقى هي الألية بتاعت أن احنا بنرفع البنزين بحد أقصى 25 إرش بنزله بحد أقصى 25 إرش هل الألية تعتبر انتهت؟ فضل لا لا انتهت بمعنى أنك أنت هتتركيه للعرض والطلب يعني للأسعار العالمية حسب تقلبات الأسعار العالمية وأنا أتمنى أن الحكومة تكون أمينة وأنها تخليه طبقا للأسعار العالمية لا أن تزايد لأن في مخاوف أننا خلال الفترة المقبلة نجد شيء متخوف منه جدا أنك أنت تفرضي ضريبة الطاقة هي البرلمان مررها منذ عامين في هدوء لكن لم تطبق هذه ضريبة قد تصل إلى 30% وربما أكثر على الأسعار يعني هذه المسألة الأمر الثاني اللي كان يمكن شبه متوقع ولكن ليس بهذه الفجاية هي إعطاء مرونة كبيرة جدا لسعر الصرف بمعنى أن البنك المركزي لن يتدخل للدفاع عن الجينيه إلا في حالة مضاربة يعني بمعنى أن ننسى سيناريو 2016 اللي كان فيه البنك المركزي يتدخل عن طريق سواء بشكل مباشر دخل للدولار أو عن طريق البنوك الحكومية الأهلي وغيره لمساندة الجينيه وتقويته الآن البنك المركزي أعلن وأبلغ الصندوق بشكل مباشر أن الجينيه المصري سيكون معوما مرينا قابلا للعرض والطلب إلا إذا حدثت مضاربة غير مقبولة من قبل تجار العملة بهدف دفع الدولار للزيادة هل نتوقع بعد الإشارة دي وبعد الشرط ده تحديدا أن هو ده التعويم الكامل أخيرا وصل لا لا ده غير متوقع الجينيه للأسف مستمر في الهبوط لأسباب كثيرة أن البنك المركزي حتى تخلى عن قصة توفير النقد الأجنبي للمؤسسات الحكومية يعني وانا دي نقطة مزالت ملتبسة بمعنى هيئة السلع التموينية هيئة البترول بتعتمد على البنك المركزي في تدبير الدولار لتمويل واردات القمح والأغزية والزيوت وغيرها وتمويل كذلك شراء البنزين والسولر هل معنى كده أن البنك المركزي لن يمول هذه المسألة وسيوجه احتياط النقد الأجنبي لغرض واحد هو سداد أعباء الديون الخارجية أم أنه لن يضمن المؤسسات الحكومية كما يرى في الماضي طيب أستاذ مصطفى السؤال الأخير صندوق النقد أعلن أن مصر ستبيع بعض الأصول بقمية 2 مليار دولار وأن السنة الجاية ستصل القيمة لـ 4 و 6 من 10 من بيع الأصول 4 و 6 من 10 بالإضافة إلى 1 و 8 من 10 أيضا مليار دولار هل عندنا معلومات عن الأصول التي سيتم بيعها؟ هو الحكومة أعلنت بالفعل عن بيع بعض البنوك المصرف المتحدة حاليا جزء من بنك التعمير والإسكان وجزء من البنوك ثم بعض الشركات وبالتالي وخاصة للمستثمرين الخليجين ثم بعض الفنادق يعني بعض المستثمرين الخليجين يتفاوضون على فنادق كبرى الآن مثل فندق هيلتون رمسيز وبالتالي أنا كنت متوقع أن مصر ستبيع أصول بأكبر من هذا الرقم خاصة وأنها كانت هناك في الخطة حصة من الشركة الشرقية للدخانة على سبيل المثال وهي ضخمة وتجلب مليارات الجنيهات وكذلك حصة من مصر للألمونيوم وهكذا بشكرة كنت معنا من الدوحة أستاذ مصطفى عبد السلام رئيس قسم الاقتصاد بالعربي الجديد موسيقى